بعض أخبار كمان نادي الزمالك نشوف أخبار نادي الزمالك مع بعض الزمالك دلوقتي بيحضر صفقاته بيبص للملف الجديد بتاع السنة اللي جاية وبيحضر نفسه بشكل جيد أحمد مرتضى منصور كان معايا مبارح وقال إن الزمالك جهز وحضر حكته بنسبة 90% الزمالك بيعمل صفقات في كل المجالات في كرة الصلاة في البنات في الولاد في البسكت بيشتري الحقيقة لعيبة من كل حتة عشان يعمل فرق في الولاد وفي البنات وفي الناشين وفي الكبار ومركز بشكل كبير جدا مع كرة الصلاة وأيضا بالتوازي تصريح أحمد مرتضى منصور وأمير إن بالتوازي مع كرة القدم إن إحنا جبنا احتياجاتنا هناك كلام إن في حديث مع نادي إمبي فأكتر من صفقة فأكتر من صفقة مصطفى شكشك محمود جاد وجون إيبوكا ده دول الثلاثي إمبي اللي بيتكلم عليهم نادي الزمالك كمان في مصطفى شلبي لاعب إمبي في كلام مع النادي الأهلي إمبي عنده تلت أربع لعيبة الأمور يعني تحت المنظار وإمبي عمل الحياة السنة دي أداء رائع جدا ثم يرحل الكابتن حلمي طولان ودي علامة استفهام أقف عندها كتير جدا كيف يرحل حلمي طولان بهذا الأداء الرائع وهذا تقديم كل هؤلاء النجوم وبعض الناشئين حلمي طولان مدير فن كبير جدا وعمل مع إمبي خلطة رائعة ايه الموضوع؟ ما عرفش هتحدث عنده أكيد الكابتن حلمي الزمالك كمان بيفتح المفاوضات مع مصطفى الزناري مدافع طلاع جيش وبيتكلم معاه وبيشوف كل اللعيبة دي مرتبطة مع الأندية وزي ما قال مبارا حمام مرتبى منصور الزمالك دايما بيخش النادي من بابه أو بيخش الصفقة من بابها لأي لاعب متعاقد بيخش يتكلم مع النادي ان هو يعمل معاه صفقات اي لاعب مش فري ما بيخشش مع اللاعب دايرك ودي الحقيقة شفناها مع نادي الزمالك في الفترة الماضية المثلوسي بيستعد خلاص وحيلحك بمباراة الزمالك والداخلية القادمة في كأس مصر وكمان شيكابالا خلاص يعني على أتاب ان هو يكون موجود في الملعب وشيكابالا حيفرق بشكل كبير جدا 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 الفترة القادمة مع نادي الزمالك أبو جبل أخبار هنا وهناك وهناك وهنا أنا توقعتي ان أبو جبل حيستمر مع نادي الزمالك الفترة القادمة وحيجدد ويمدد عقده تاني وتالت ورابع أبو جبل حارس مرمى كبير بمزيد ان شاء الله بإذن الله من التركيز يروح في حتة تانية خالص والأمور تمشي معاه بشكل جيد أهم حاجة التركيز إمكانيات رائع جدا أموره ماشية بشكل جيد جدا أعتقد ان هو هتفري معه الزمالك مع منتخبنا الوطني لأن الزمالك جماهرية كبيرة في حالة تقلقه حينافس ويكون موجود مع المنتخب بشكل قوي في الزمن اللي احنا فيه ده مفيش حارس أول وتاني وتالت في الثانية رقم واحد بيبقى تنين واثنين بيبقى تلاتة وتلاتة بيبقى واحد وبنشوف وشوفنا في كاس الوهم الأفريقية الشناوي أبو جبل صبحي شوفنا كل حاجة في عالم كرة القدم واعتقد الفترة اللي جاية الوضع برضو هو واضح المباراة دي كان أبو جبل صبحي جاد هما دول التلات حراس مرمى لا إصابة الشناوي بكورونا نتمنى له يا رب الشفاء ويرجع كده إن شاء الله بإذن الله ونتطمن عليه